بكرة إن شاء الله قدام الجنة بداية جديدة يمكن فيه اختلاف مهم جداً في مبارات بكرة هو التولي كابتن طلعت يوسف المسؤولية الفنية والجنة لسه قريب ضيعة من نوقتين في منتهى الأهمية بس قبل ما ادخل في تفاصيل المطش بتاع بكرة مش بس مطش بكر المرحلة اللي جاية كلها خليني يقف مع ضيفي النهاردة ضيفي العزيز كريم سعيد محللنا الفنية هتكلم معنا أكتر على بداية حابة بشوف ردود الأفعال وفتكروا كويس قوي وانتوا بتخسروا لقب بطولة زي بطولة كاس مصر احساسكم كان ايه وعرفوا كويس قوي جماهير الفرق التانية بتحس بايه والأهلي بيكسب بطولة أفريقيا والأهلي بيكسب وبيحق الدولة المصري والأهلي بيشارك في كاس عام الأندية وبيجي ميداليات على حساب أكبر الأندية في العالم كله كريم سأل خير وأهلا بك مساء الله يا أحمد مساء الله خير لكل مشاهدي قناة النادي بأهلي وأكيد طبعا مبارات الكاس ما زال أصدقها مستمرة وطبعا حابب طبعا أبارك نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك لفوز البطولة وهارض لك للنادي وحارض لك لنا النادي الأهلي يعني في وجهة نظر الشخصية ما كانش حد محضر خالص أو مجهز نفسه أن يشوف نسخة من النادي الأهلي في المباراة بالشكل ده بكلم من الأمور الفنية الأمور الفنية ربما شوط الأول واحد من أسوأ أشواط النادي الأهلي في الدربيات أعتقد حتى موسم 2003-2004 في الدور الأول كنا متوقعين أن النادي الأهلي ممكن ساعتها كان فريق يعني عنده مشاهل كثيرة جدا وقلنا المباراة دي كانت تبقى صعبة أوي على الأهلي الأهلي ساعتها بصراحة قدم مباراة أفضل مش شوط ده شوط ده أسوأ شوط أنا شفته لنادي الأهلي في مباراة القامة فنية بصراحة شوط أول كان سيء جدا 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 كل حاجة غرط طريبا عملناها كل حاجة يعني ربما ما حاجة كان متوقع خيبك أحمد دائما جمعيني في فرقة كبيرة وانت بتشوف الشوط الأولاني ده ساكم ومباراة كل اللي بتالي يعني إلى حد ما عادت الروح شوية في الشوط التاني لكن وانت بتشوف الشوط الأول ده كان المبرر من وجهة نظر طبعا في مباراة كثيرة جدا شوف احنا بنتكلم رياضة بنتكلم أمور فنية وفي الرياضة أحمد في حاجات معلوماتية وفي حاجات فيها مساحة وجهة نظر فيها اختلافات زي الطب لكي يقول لكي بص الحتة دي دي معلومات واحنا كذا كثرة موجهة نظر لكن في بعض الأمور فيها التشخيص فيها وجهة نظر في دكتور بيرجع الأمر الكذا في دكتور بيرجع الأمر الكذا دي في مساحة وجهة نظر وفي دكتور ممكن يشوف طريقة علاق بشكل وطريقة دكتور تاني يشوف طريقة علاق بشكل حتى وإن كان التشخيص واحد الواضح أن احنا بدأنا المباراة بتطريقة 4 3 2 1 والكثيرين توقع وانا منهم بصراحة اول ما شفت اسم حمدي فتحي مع عمر السلية واليو ديانج هذا السلاسي في ارض الملعب قلت ان حمدي فتحي حيلعب ثالث في خط الدفاع ولكن هذا لم يحدث لي ان واضح ان سوارش برضو من السيفي بتاعه ملعبش ثلاثة اربعة ثلاثة في حياته فهو اختار ان يقامل وسط الملعب بثلاثة اثنين واحد تمام واحدة من النقطة الفنية اللي احنا بنتكلم عليها في السنتين اخرتين من طرق لعب النادر الاهلي ان افشا لا يجيد لعب الجناح في اربعة ثلاثة اثنين واحد ولكن يجيد لعب الجناح في ثلاثة اربعة ثلاثة وادي دليل على كلامي ماتش النادر الاهلي معي الزمالك في دور التاني مع ريني فيلر في موسم كورونا لما النادر الاهلي تغير تلاثة واحد لعب بالزبط كوبي و بيست من الشروط الاول لعب اربعة ثلاثة واحد وحط افشا كجناح قدام محمد ثلاثة وكان مشكلة جبيرة جدا طيب افشا بيجيد كجناح ولكن في ثلاثة اربعة ثلاثة ليه لان في ثلاثة اربعة ثلاثة يا احمد انت مأمن وراء الجناح الهجومي باثنين لعبين مأمن بمساك مضطرف لديك ثلاثة اللي وراء لما انت بتهاجم بيفرشه زي ما شوفنا شروط التاني النادر الاهلي نجح في السيطرة فنيا قدام نادي الزمالك والوضع كان مختلف للمحمد عبدالب العم أمن قدام احمد عبدالقادر اللي اول مرة في تاريخه يلعب في الحتة دي اه اول مرة في تاريخه وتوقعنا ليحصل مشاكل لكن كان شي مشاكل ثم تتلعب بتلاثة ومأمن بمحمد عبدالب العم وراء عبدالقادر طيب وعلي معلود نفس الامر انت مأمن وراء بياس ابراهيم وبالتالي قفشة كجناح في الحتة دي ما عندوش اي وجبات دفاعية اعمل لانت عايشه الشروط الاول احنا كضغط ضغط لا نضغط الفريق لا يضغط لازم يحلق لا تنزم شيئا من الاثنين لا تضغط لا تحلق لا نضغط ولا نضغط ولا نضغط كم الفجوات المبين الخطوب بتاعتنا في الشروط الاول كبيرة جدا وده وصلنا لايزة مالك فرارة لعب خمسة اربعة واحد في الشكل الدفاعي وما تغطناش كان الجزير بيقابل بالزبط من عند قص نص الملعب ما بيعمش عايك هاي براشر سيبك تطلع بالكرة في اول تلك الملعب بتاعك اول ما تنصد نص الملعب يبدأ الضغط ومنعك ان انت تمشي نص الملعب وكمان حجملك تماما ان نحمى عبدالقادر او قفشة يخش داخل عمق الملعب ويسلمه كصناع لعب واعتمد على محمد عبدالغاني كهالف ديفاندر فبالتالي احنا اضطرينا نعمل ايه؟ نلعب الكرات البلونية الطويلة